ما بيقولوا إحنا عندنا أدلة وأدلتنا قوية نشوفها الفترة الجاية إيش رح تكشف عنه طيب هتا النجار قبل ما نقفل على موضوع القرارات قضية عوض خميس وقضية محمد العويس قضية عوض خميس وقضية محمد العويس هذا اعتراف صريح من رئيس اتحاد كورتا قدم السعود عادل عزت بعدم قدرته على حل هذه المشكلتين ونعتقد يشكر بالأمانة أنه اعترف بهذا الشيء وسلم ملف القضية للهيئة العامة للرياضة حتى يتسنى لها مخاطبة هيئة الرقابة والتحقيق للعمل على حل مشكلة محمد عويس ومركز التحكيم الرياضي للإصراع في إنهاء مشكلة عوض خميس الآن كان هذا الاعتراف يعطينا يعني طبعا تفسير بأنه الفترة الماضية كان هناك عجز من اتحاد الكورة ومركز التحكيم الرياضي في إنهاء الإشكاليات لسبب أو لآخر ولا نريد أن ندخل في إشكاليات قانونية نحن في غينانا ولكن الآن شكرا لمعالي الأستاذ تركيال الشيخ أنه هو تبنى موضوع اللاعبين وهذا اعتراف واضح وصريح أنه القرار هذا كان يحتاج إلى قلب جامل إلى شخص لا يهاب شخص ما يعمل حساب لأي تأثيرات قد تحدث من الشارع الرياضي وبكل أمانة أنه الهيئة العامة للرياضة تتمنى وتتصدى لهذا القرار أمر جابي وجميل جدا ولكن نتمنى دائما أنه الحل يعني يبدأ أو يصل إلى اتحاد الكورة وينتهي عند اتحاد الكورة جميل ما يحتاج إلى فزع من هيئة الرياضة طيب حنا قبل قليل عرضنا خبر العاجل حول ما يتعلق باستقبال خادم الحرمين الشريفين للاعب المنتخب السعودي الأول وأيضا برئاسة الأستاذ تركال الشيخ الرئيس الهيئة العامة للرياضة